تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 783 قضية مونية بمضبطات بلغت 827 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 91 طن وفي مجال حجب وبيع بأسعار من السعر الرسمي للأرز الشعير والأبيض تم ضبط 636 طن أما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي للأعلاف الحيوانية تم ضبط 52 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 27 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 988 قضية من بينها 219 قضية خبز ناقص الوزن و273 قضية خبز غير مطابق للمعصفات ترجمة نانسي قنقر